اهلا بكم في قناة تاكس تراكس الحقيقة في حياتنا اليومية في ناس معينة هي اللي بنتصل بها باستمرار فمش معقولة كل مما يجي حب اتصل بالناس دي افتح الفون ابليكيشن وعد ادور عليهم وبعدين اتصل بيهم اكيد في طريقة اسهل يلا بينا في الفيديو ده هنعرف ايه هي الطريقة الاسهل وانت على الهوم سكرين بتدوس مدة طويلة لحد ما يجي لك الشريط اللي تحت ده بيكون في ويدجتز او التطبيقات المختصرة بتختارها وبتدور فيها لحد ما تلاقي الكونتكتز او جهات الاتصال ومنها بيبقى فيه ثلاث اختيارات دايريكت ماسج اللي هو رسالة مباشرة والكونتكت اللي هو جهة الاتصال نفسها والدايريكت دايل اللي هي الاتصال المباشر احنا هنا هنختار الدايريكت دايل هندوس عليها مدة طويلة لحد ما تنزل على الهوم سكرين وبعدين هيفتح لك جهات الاتصال او الكونتكتز بتاعتك هتختار الاسم اللي انت عايزه وتدوس عليه وبتنزلك كده على الهوم سكرين نجرب تاني مدة طويلة على الهوم سكرين تطبيقات مختصرة او ويدجت كونتكتز دايريكت دايل وبعدين نختار جهة الاتصال اللي احنا عايزينها ممكن من اجل التنظيم ان انت تقوم مجمع الجهتين دول بتسحب واحدة منهم فوق التانية هيتفتح لك مجلد او فولدر بتسميه الاسم اللي انت عايزه فاميلي الاصحاب اي حاجة انت عايزها وبكده بيكون عندك كلهم الجمعين في فولدر واحد انت ممكن تاخد الفولدر دا وتنزله تحت خالص جنب الشريط اللي هو ثابت ما بيتحركش تمام بحيث يبقى جنب ايدك لو انت بتستخدم ايدك اليمين انت ممكن تخلي الفولدر جنبك جنب ايدك اليمين بحيث لما تمسك التليفون بيد واحدة يبقى في متناول ايدك اليمين لو انت بتستخدم ايدك الشمال ممكن تنقله الناحية التانية دي في الشمال جنب الفون أبليكيشن برضو وبكده بيتكون الناس اللي انت بتتصل بها باستمرار سهل الوصول اليهم بسرعة الطريقة التانية هي نفس اللي فاتت بس خاصة بالواتساب الواتساب برضو من الابليكيشن اللي احنا بنستخدمها كتير جدا في اليوم وفي ناس معينة وجروبس معينة هي اللي احنا دايما بنتكلم فيها او بندردش فيها فازاي تخلي الجروبس دي برضو في متناول ايدك هي نفس الطريقة بالزبط بتدوس مدة طويلة على الهوم سكرين ويدجيتس او تطبيقات مختصرة بتدور لحد ما توصل للواتساب هو عادة بيبقى في الاخر بتفتح الواتساب بتلاقي واتساب تشات او دردشات الواتساب بتدوس عليها مدة طويلة بتنزلك على الهوم سكرين وبتختار الاسم اللي انت ايه اللي انت محتاج انه هو يبقى في متناول ايدك زي كده بالزبط ممكن تختار كزا جروب اي جروب انت في او كزا اسم وبرضو تحطهم مع بعض في فولدر واحد وبيبقى سهل الوصول اليهم بصرع اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم محتاج منكم اربع حاجات سبسكرايب جرس شير و لايك شكرا ليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة